أهلي تكلم على أن الفريق خلاص بيختتم تدريباته وخلاص يعني أعتقد التدريب بيخلص أو شبه خلص كمان مرهن الأهلي النهاردة واللي كان في تمام ساعة خمسة مساء هناك في برج العرب الاستعدادات بشكل مميز جداً كالعادة بالنسبة لنادي الأهلي واستعدادات تكتيكية خاصة جداً لهذه المواجهة نروح لفيتو وفيتو بتقول أن بايلر يحضر لعبي الأهلي استعداداً لي سموحاً محاضرة كانت النهاردة بالنسبة للمستر فيلر مع اللعبين وتكلم فيها عن كيفية خود هذه المباراة والشكل اللي هلعب به النادي الأهلي والأمور التكتيكية والفيتطية اللي حضراتكم طبعاً بتبقوا عارفينها بكل تأكيد لكن بيبقى فيه رؤى مختلفة طبعاً لأي مدير فني عايزة روح كمان للوطن سبورت واللي بيتوقعه أنه هيبقى فيه مفاجأة من مستر فيلر اللي كانت حسام حسام مدير الفني اللي اسموحها وأعتقد التوقع ده جاي بعد مفاجأة مستر فيلر في مباراة الزمالك والبدء بجونيور أجاييه بعد غياب فترة كبيرة جداً واضح أن احنا هنشوف مفاجأات كتيرة من مستر فيلر خلال الفترة اللي جاية الأهم الأهم أن هي تبقى مفاجأات محسوبة وتنجح على غرار نجاح الجونيور أجاييه لكن هما بيقولوا يعني في متن الخبر أن المفاجأة حتكون في تجهيز أليو ديانج ومشاركته في هذه المباراة لحساب عمر السلية في حالة عدم جهيزيته أتم لخود هذا اللقاء يعني ممكن يكون أليو ديانج وقريب فعلاً منه مشاركة في الزمال وراءة كل ده هنشوفه هنعرفه بشكل رسمي غداً لنك هنقول المؤشرات بتبقى إيه لحضرات كوكا العاد وان سري تتكلم برضو على جزئية الدفاع في النادي الأهلي تغييرات في دفاع الأهلي أمام سموحها وده طبيعي احنا عارفين نحن كده كده هجب فيه تغيير في غط الدفاع بعد غياب متولي على أقل تقدير يعني فأنا قلت لحضراتكم القصة هتبقى ماشي إزاي في هذا المركز بالتحديد نروح للشروق فيلر اتبقى إيه على حالة ياسر براهيم بعد إصابته في لقاء اللقمة يعني عايز يتطامن عليه في شكل أكبر وفيلر بالمناسبة بيبقى مطلع بشكل كبير جداً على حالة كل اللعبين في الفريق من الجانب الطبي ومن الجانب الإداري ومن الجانب الفني بالطبع يعني فياسر براهيم هو يتطامن على حالته عشان يشوف إمكانية الدفع بيه في مهورات سبوحة بعد تقلقه في مهورات زمالك من دمن مفاجأة بالمناسبة تقلق مش عايز أقول إن هي مفاجأة تقلق ياسر براهيم لأنه هو العيب جايد في الحالة وما كانش العيب جايد ما كانش الأهلي جابه يعني ودفع فيه مبلغ كبير عطاقت كامل مش عايز أقول رقم يعني كامل أكيد حرقة عارفين لكن في كل أحوال العيب مميز جداً ياسر براهيم كان بعيد قوي بلاعب مطش كبير أيضاً في مهورات كامل كان مبسوط بصراحة مبسوطين أنتوا يتطاق لكن في كل أحوال هنشوف ياسر براهيم حلعب هذه المباراة نروح للفجر اللارياضي الفجر اللارياضي بيقول نجمة الأهلي يجبان عن مباراة سمحة هم بيقوله إيه بيقوله على إن أظهره غايب أه طبعاً أظهره حلعب عن هذه المباراة مؤكد وكمان بيقوله ياسر براهيم لكن أحمد الله حركة أن ياسر براهيم جاهز لهذه المباراة والآخر مستر بايلر هو اللي هيقرر الدفع به ولا الحفاظ عليه ده هنشوفه بقر سوبر كورا بايلر يحدد شرط خاص لعودة عمر السلية لتشكيل الأهل الشرط إن عمر السلية يكون جاهز جهازية تمة لهذا اللقاء ما يكونش فيه شك إنه هو بنسبة 1% عنده أصابة يعني لازم 100% يكون جاهز ودي حاجة كويسة خصوصاً في الظل الوفرة العددية عندك في خط الوسط يعني عندك السامع الشور وعندك أليو ديانج ممكن يجوره حمدي فتح لعبنا المتقلق نروح لي موقع مبتدى موقع مبتدى تتكلم في إيه قال دور مدرب الأهلي الجديد وأول تكليف من بايلر النهاردة كابتن سايد عبدالحفيز كان ليه تصريح في موقع في الجول وقال إن فيه مدرب سويسري من أصول مغربية اللي هو شعيب شعيب ضم خلاص رسمياً للجهاز الفني للنادي الأهلي كمحلل للأداء وأيضاً حيكون مدرب مساعد مع الجهاز بالإضافة للمساعدين المتواجدين سواء كابتن سامي أمسان أو مستر توماس في الجهاز معاون مستر فيلر دوره إيه الرجل ده حيحل الأداء اللي فرق سواء محلياً أو أفريقياً في البطالات المختلفة للنسبة للنادي الأهلي يشوف الفرق اللي حيلعبها للنادي الأهلي دي من قاطر قوة ضعف كالعادة ده دور محلل الأداء خلال العصر اللي احنا فيه للوقت يعني ودورهم مهمة قوي جداً وكمان هيبقى مدرب مساعد في الجهاز الفني نتمنى له التوفيق بإذن الله مع النادي الأهلي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي بشكل عام خلال الفترة اللي جاية ودايماً النادي يفرح جمهوره كالعادة زي ما فرحنا في السوبر كده وفرحنا قبليه في الدوري نفرح كمان في الدوري الجديد نفرح كمان في الدوري الجديد